الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اليوم مع درس جديد أو حلقة جديدة من حلقات برنامج حق التلاوة ومع تلاوة سورة الشرح ونستقبل بعد قراءة السورة مشاركاتكم عبر الاتصال وعبر التواصل الواتس أبو وغير ذلك أهلا ومرحبا بكم الآن مع قراءة السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب هذه السورة سورة عظيمة فيها معاني عديدة وقبل أن ننظر إلى الأحكام التجويدية التي فيها حتى نستطيع أن نستعرض ما فيها من أحكام يقول الله عز وجل طبعا أول كل سورة لا بد أن نبتدئ بالبسملة يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ولا بد منها من البسملة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها أي سوى سورة براءة سورة التوبة وفي الأجزاء خير من تلا أو خير من تلا الشاهد أنه لا بد من البسملة في أول كل سورة من سور القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك لم والهمزة همزة استفهام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أنا بشوف المواضع التي تحتاج إلى دقة ثم قال الذي أنقضى ظهرك أنقضى ظهرك الضاد هنا يا إخواني أنقضى بعدها ضاء إذا التقت إذا التقت الضاد مع الضاء لا بد من إظهارها ووضوحها ولذلك يقول الإمام من الجزري في الجزرية وإن تلاقيا يعني الضاد والضاء وإن تلاقيا البيان لازم أنقضى ظهرك ونص عليها يعني تقول الذي أنقضى ظهرك الذي أنقضى خلصنا الضاد وبعدين ظهرك ونظرا لأن الهاء في ظهرك وقعت بين الضاء المستعلية أو المفخمة والراء المفخمة احذر أن تفخمها ظهرك يعني لا تقول ظهرك عندنا اتصال من الأخ محمد من السعودية اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قراءتك طيبة جزاك الله خيرا ولكن نفخم الغنة الغنة إذا كان بعدها حرف استعلا أو حرف تفخيم تفخم أنقضى أن نون هنا الإخفاء بعدها حرف القاف وبالتالي تفخم عندنا اتصال من الأخ عبد الرحمن من السعودية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ونحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك ظهرك الهاء هنا مرققة ليست مفخمة لأن وقعت بين المفخمين فلابد أن نحرص على ترقيقها ظهرك عندنا مشاركة وطس من أبو محمد من المغرب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك يا رب أخي الكريم فإذا طبعا الأخ كان يقرأ برواية ورشع النافع وفيها أحكام مختلفة عما نقرأ به وزرك ترقيق الراء إذا سبقت بكسرة أو غير ذلك فإذا فارغت رقق الفاء من كلمة فارغت فارغت فإذا فارغت يعني لا تقول فارغت لا تفاخم الفاء والله يفتع عليك يا رب مشاركة واتس من الأخ سفيان القصري من المغرب اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ضارك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فارغت فانصب وإلى ربك فارغا أخي الكريم نحتاج أنك تشد المخارج شوية فإنما العسر يسرا ليست فيها ترقيق ولكنها تفاقم على لواء ورش وغيره تفضل بارك الله فيك عندنا اتصال من الأخ مهدي من فلسطين تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ضارك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بارك الله فيك يا أخي من الشيطان افتح الحرف المفتوح نفتح الفم إلى أعلى أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الشاء الشاء الذي صدرك الدال من صدرك الدال ترقق يا أخي الكريم وكذلك فإذا فارغت الفاء نظرا لمجاورتها الرأ لا تفخم فإذا فارغت مشاركة وطس من الأخ كريم محمد من مصر اتفضل بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي الذي أمكد زهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العصر يسرى إن مع العصر يسرى فإذا فارغت فإذا فارغت فانصب وإلى ربك فارغا جميل جميل يا حبيبي ابني كريم وضعنا الضاد تفخم ضاد أما يقول وودعنا يبقى بالدال وضع ورفعنا لك بالألف ورفعنا في ألف نمدها بارك الله فيك يا ابني مشاركة من الأخت نرجس من ليبيا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك يا نجس لم نشرح التفخيم إلى الداخل يسرى كل التفخيم إلى الداخل أما يسرى هذا مرقق يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى التفخيم سمن يعتر الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم المصدى كأنك تتكلم في قبة المسجد والصوت يطلع إلى القبة مشاركة واتس من الأخ محمد الأيوب من سوريا اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك قراءتك طيبة ظهرك إلهاء ترقق ظا ترجع الشفتين إلى الخلف عند النطق بحرف الهاء حتى لا تفخم ظهرك ظا ظه رك الله يفتع عليك مشاركة واتس من الأخ سويد مهيمن من الجزائر اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب الله يفتع عليك الأخ كان يقرأ برواية ورش عندما نبدأ نقول ألم الهمزة همزة قطع همزة الاستفهام لا تقول ألم لا ألم همزة قطع مباشرة فانصب الغنة تتبع ما بعدها فتفخم النون أو الإغفاء هنا يفخم لأن بعدها حرف الصاد وأستاذ من الحروف استهلاء فانصب مشاركة وطس من الأخ عبد العزيز من اليمن اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسرى إنما مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصبع وإلى ربك فرغبع كويس يا عبد العزيز ولكن أنت تقرأ بسرعة والسرعة هذه لا تحتاج إلى طول زمن الغنة يعني لا تطيل زمن الغنة إلا إذا كنت تقرأ ببطء الغنة لابد أن تتناسب تناسب ترضي مع سرعات القراءة يعني الغنة لا يكون زمنها أطول من القراءة أهلا وسهلا بك نرجع مرة أخرى نقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك عنك هذه النون هنا بعدها حرف الكاف وعندنا هذا الحكم يسمى الإخفاء الإخفاء هو لغة استثر واستلاحا نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة عند الحرف الأول تقول مثلا عنك هذا اسم إظهار لا نطيل زمن الغنة عنك لو أنا أدغمتها سأقول عك فالإخفاء هو مرتبة بين الإثنين فتقول عنك وعندنا النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا قل إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده فتقول أن هذا مخرج النون النون لها نصفا يعني من حيث النطق نصف لساني وهو الذي يخرج من اللسان اللي هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا ونصف خيشومي الذي يخرج من الخيشوم الخيشوم هو الغار المركب على يعني أحسن الفتحتان الداخلية للأنف للسهولة فتقول يعني لو لو سددنا الأنف عند النطق بحرف النون تقول أن أي أن أن يبقى فيه جزء هنا اختلف الخلاصة في حالة الإخفاء الذي أريد أن أصل إليه أنه في حالة الإخفاء ينتفي النصف اللساني ويبقى النصف الخيشومي فلا يكون هناك عمل للسان فتقول عنك لسانك أسفل أي عنك أنا لساني بره والغنى كما هي عنك لا عمل للسان في حالة الإخفاء ووضعنا عنك وزرك الزاي حرف يسموه حرف من حروف الصفير يعني حرف من حروف الصفير الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر وحروف الصفير ثلاثة أحرف الصاد والسين والزاي فعندما تريد أن تنطق حرف الزاي تقول أز تقول أز لا تكون مشوبة بالسين وزرك ولا حاجة زي كده بعض الأعاجم لا يستطيعون نطق بها وزرك وزرك الذي ورفعنا عنك لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض الذي أنقض هذا الحكم اسمه مد منفصل إيه هو المد منفصل هو أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها فهنا الذي أدي حرف المد الياء هنا والهمز أول الكلمة التي تليها ويمد لحفص بمقدار من طريق الشاطبية أربع حركات عندنا مشاركة وطس من الأخ محمد إدعيسى من المغرب اتفضل بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإن فرغت فانصب وإن ربك فرغب طبعا قرأ برواية ورش ولكن يحتاج إلى ضبط في مخارج الحروف وخاصة الحروف الساكنة تمسك الحرف يسرى عسرى عسرى ويسرى وقلقلت كل الحروف هكذا لا يصح مشاركة وطس من زينب أدعيسى من المغرب اتفضلي أعوذ بالناء من الشيطان وزين بسمنا الرحمن الرعيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما عن عسر يسرى وإنما عن عسر يسرى فإذا فرغت منص فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك يا زينب أنت أصغر من أخيك ولكن قراءتك أجود منه الله يفتع عليك يا رب إن شاء الله تكبرون ويكون لكم مستقبلا باهرا إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وإن شاء الله تكونوا أوتاد يدق عليه القرآن إن شاء الله في المغرب والعالم الإسلامي كله وكل العالم إن شاء الله مشاركة وطس من أحمد من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك سترك ووطعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العشر يسرى إن مع العشر يسرى فإذا فراط فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك لم نشرح لك صدرك بالصاد الصاد تفخم يا أخي صادرك وكذلك يسرى وعسرى فإذا كلها السين تكون ساكنة فانصب فقم الغنى بارك الله فيك مشاركة وطس من محمود الطحان من مصر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك قراءتك طيبة ولكن حرف الكافية يا أخي الكريم حرف شديد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الكاف حرف شديد يعني إيه حرف شديد يعني ينحبس الصوت عند النطق به وبالتالي يحدث انزعاجا في جهاز النطق نتخلص منه بالهمس نحبس الصوت أولا وبعد نفتح اللي هو المحبوس يخرج صدرك صدرك فلابد من حبس الصوت صدرك الله يفتع عليك يا رب طبعا بدون تكلف أنا ببيلك ميكانيكية إخراج الحرف فقط الاتصال من الأخ معنى من الجزائر أهلا وسهلا والأخ يوسف كذلك بس خلينا مع الأخ معنى من الجزائر اتصال اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرى الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي الذي أنقض ظهرك فرفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرى إنما الأسر يسرى فإذا ترغت تنصبه فإذا ربك ترغبه جميل يا معنى الله يفتع عليك يوسف اتفضل أخي يوسف يريد أن يقرأ اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أتفضل أتفضل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرى إنما الأسر يسرى فإذا ترغت تنصبه وإلى ربك الله يفتع عليك يا يوسف بارك الله فيك لا شك أن أهلكم تعبوا عليكم فجزاهم الله خيرا وأسأل الله تعالى أن تقرأ أعينهم بكما أولاد الصغار أو الأطفال أو كذا لا تستهينوا أو لا تستهونوا بهم فإنهم هم جيل المستقبل هذا الجيل الذي نحن فيه يعني تاريخ انتهى وسيرحل اللهم اختمننا بالإيمان أما هذا الجيل الصاعد هو الذي سيكون عليه الحمل كله ولذلك ننبغي أن نهتم بهذا النشأ والاهتمام في القرآن الكريم يكون في مرحلة مبكرة جدا وتبدأ يبدأ الاهتمام بالقرآن الكريم من مرحلة الحمل طبعا لعل البعض يستغرب ما أقول الحمل يعني الأم وهي حامل في جنينها لسه في الشهور الأولى على طول من الأول تبدأ في سماع القرآن الكريم لأن الجنين يسمع كل شيء ويحفظ كل شيء وبالتالي أول لما يخرج إذا سمع صوت أمه يحن إليها ويسكت بالرغم من بكائه الشديد فهو يحفظ كل شيء فتبدأ الأم وهي حامل في سماع القرآن باهتمام وبكثرة فيحفظ جنينها القرآن إن شاء الله وتعالى وعندما يخرج ويهتم به فيبدأ يتذكر ما كان يسمعه وهو في بطن أمه وبالتالي يسهل عليه حفظ القرآن وهذا من المجربات والاهتمام بالأطفال يكون أيضا من مرحلة الطفولة وأنا لا أقول هذا وأنا بعيد عنكم أو غريب منكم فقد اتبعته مع أولادي وفضل الله عز وجل وما توفيقي إلى بالله وإني أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوتي فأولادي كانوا لا يميزون الكلام وكنت أسجل لهم يعني أشريطة الكسد زمان الكسد الآن بأتقنية حديثة كمبيوترات وغيره وكنت أضع أسجل للشريط كل صورة ثلاثة مرات بصوتي أنا مثلا صورة الفاتحة ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات الفلق ثلاث مرات ما كانش بقى التكرير والكلام ده ساعتين وأضع الشريط باستمرار فقط أضع الشريط فقط وعندما أضع الشريط في البيت والأطفال يلعبون كانوا بعد فترة أبدأ أسمع لهم ويكون يا إخواني وضع الشريط أو وضع المسجل أو الآن الوسائل العديدة دون إلزام للطفل يعني ما تقولوش تعالي عود اسمع الشريط أنت مسمعتش أنا مش أنا هحرمك أنا لا 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 ضع الشريط بس في البيت يلف وعندما ينتهي هذا الشريط ابدأ يعني استمع منه وهكذا طبعا كلامه 50% ونطقه 50% وما يكبر بيتحسن وأيضا يعني بعض المنظومات حفظها بعض الأطفال وهو صغير يمكن ثلاث سنين ونصف تقريبا حفظوا منظومة الجزرية بهذه الطريقة أيضا أسأل الله تعالى أن يجعل أولادنا جميعا الذرية صالحين وتقرأ عيوننا بهم جميعا عندنا فاصل الآن ونعود بعد الفاصل لا تذهب بعيدا فضل في القرآن فحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان إن الجبال شاهقات على المدى تخشى عن عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيَنْ يُنَا دِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارُ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ السلام عليكم ورحمة الله رجعنا من جديد ونستكمل ما كنا نتكلم فيه في أن الاهتمام من نشأ من بداية حياته لا تنتظر إلى أن يكبر ابنك ويذهب إلى المدرسة ويبدأ يختلط بالأولاد وغير ذلك وبالتالي يصعب السيطرة عليه بعد ذلك ابدأوا مع أولادكم فإذا لم يكن أنت عندك أهلية لذلك اذهب به إلى من يستطيع أن يقوم على أمره وهناك في الأجيال الأولى كان هناك ما يسمى بالمؤدب المؤدب يعني شيخ يؤدب الأولاد ويعلمهم السلوك والأخلاق والآداب وغير ذلك وكانوا يعطونه قدرا كبيرا لأن هذا هو خلاصة حياتهم يعني عندما تترك لأولادك ترك ومالا وغير ذلك وأنت لم تهتم بتربيتهم فإنك تضعها في هباء أما أنك تربيهم تربية حسنة تربيهم على القرآن الكريم فهذا زخر لك وشفيعا لك فإن من حفظ القرآن وعمل بما فيه يأتي يوم القيامة والداه يلبسان تاجا من نور ضوءه أقوى من ضوء الشمس فما ظنكم بالحفظ القرآن نفسه فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا ولذلك يعني ينبغي علينا جميعا أن كآباء أن نهتم بأولادنا حتى يكون لنا نصيبا من هذا التعليم ونصيبا من هذه المشاركة والجهد الذي بذلته سيعود عليك أنت أيضا تكون إن شاء الله تلبس تاج الوقار إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولادنا جميعا وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا نرجع إلى الآيات مرة أخرى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضى اتفقنا أن الذي أنقضى هذا يسمى مد منفصل وقلنا المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها الذي هنا أليأ هنا الذي آ وبالتالي مددناها ويجوز عند حفص أيضا ولكن ليس من طريق الشاطبية أن تقرأها بالقصر أيضا فتقول الذي أنقض الذي أنقض ظهرك ولكن نقرأ هنا من طريق الشاطبية وهناك الرواية الأخرى للإخوة المغاربة مثل رواية ورش وغيره يمدون المد المنفصل والمد المتصل بمقدار ست حركات فيقولون الذي أنقض أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك يعني يعني ورفعنا يعني ورفعنا خل بالك ورفعنا لك ذك هنا خل بالك الإذها المكسورة والكافو ساكنة فتقول لذك وبعدين راك الراء ملها مفتوحة فتفق عندنا مشاركة واتس من الأخ يوسف أو من الأخ صديقي يوسف اتفضل مشاركة واتس اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الأخ صديقي يوسف من المغرب جزاك الله غيرا وفخم الغنة فانصب الغنة تتبع ما بعدها إن كان بعدها حرف تفخيم تفخم مشاركة واتس من أبو سارة من المغرب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك يا رب تفخيم الغنة أيضا شيء هذا متكرر الغنة فانصب مشاركة واتس من ندا فرغلي من مصر الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا بالألف يا بنتي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الألف زمنه مقدار حركتين الله يفتع عليك يا رب عندنا مشاركة واتس من الأخ وليد حتاوي من العراق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك فإذا فارغت رقق الفاء فإذا فارغت فانصب وإلى ربك فارغب تلقيق الفاء هنا أيضا نظرا لمجاورتها للمفخم يحترس الإنسان فترقق الله يفتع عليك يا رب بارك الله فيك فإذا فارغت فانصب وإلى ربك فارغب فاء عندنا اتصال من الأخ عوض السليمان من لبنان اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يفتع عليك فلم نشرح لك صدرك صدق قلقلة الدال عندنا حروف قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال تقلقل إذا كانت ساكنة برك الله فيك عندنا اتصال من الأخ معاوية من المغرب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا حتى إذا فرغت فانصب وإلى ربك فانغب الله يفتع عليك بتقرأ من المغرب ولكنك بتقرأ برواية حفص فإذا فرغت فانصب فخم الغنى الله يفتع عليك يا رب قراءتك طيبة عندنا اتصال من الأخت حليمة من الجزائر تفضلي انقطع الاتصال لو إن شاء الله تعيد الاتصال مرة أخرى ونستقبله إن شاء الله ألم نشرح لك صدرك الدال هنا يا إخوان الكرام حرف من حروف القلقلة والقلقلة بمعنى الاضطراب والتحريك اضطراب المخرج عند النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة تقول حرف القاف أقو أقو أو أقو أطو أطو ألم نشرح لك صد صدرك قلقلنا الدال ألم نشرح لك صد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسري يسرى كثير من الإخوة يخطئون في السين السين حرف رخو يعني إيه حرف رخو يعني زمنه طويل الرخاوة معناها جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتمادي على المخرج حرف إزاي تقول أس حرف السين أس الصد أس أه أف أخ حرف زمن طويل فالحرف إذا كان ساكنا لابد أن تضبط المخرج ولا تقلقله لأنها عندنا فقط حروف القلقلة هي قطب جد فقط وبالتالي تقول فإن مع العسري يسرى فإن مع العسري طبعا أنا ببينها زيادة إنما طبعا للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسرا ميزان بمعنى يعني الحرف له ميزان هناك أزمنة للحروف ولا بد أن ينضبط الإنسان بهذه الأزمنة فالأزمنة عندنا تقسم إلى ثلاثة أقسام زمن الحرف حرف شديد وزمنه قصير يعني إيه شديد؟ يعني ينحبس الصوت عند النطق به وهذه الحروف تسمى حروف الشدة مجموعة في قوله أجد قط بكت يعني الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء ثمانية أحرف هذه أما عايز أقول للهمزة إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده فتقول الهمزة مثلا أ شايف ما فيش حاجة بتخرج أد أق أط انتهى الحرف زمنه قصير وهناك ضد الشدة الرخاوة الرخاوة اللين يعني واستلاحا يعني إيه لغة يعني معناه لو فتحنا المعجم العربي يعني القاموس مثلا مختار الصحاح أو لسان العرب أو غير ذلك لو وجدنا معناه كذا واستلاحا يعني المعنى الذي اصطلح عليه أو اتفق عليه أهل علم التجويد ده معناه كلمة اصطلاحا واستلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج اسمع أما أقول حرف القاف أق هذا شديد أشوف أما أقول أس حرف ريخ زي الصوت بيجري نكمل بعد هذه المشاركة مشاركة من الأخ محمد مشاركة واتس من الأخ محمد من السعودية تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى فَإِذَا فَعَرْتَ فَانْصَرِ وَإِلَى رَبِّكَ فَعْغَضَ الله يفتع إليك يا أخي الكريم حاول لا تكرر الراء الراء حرف واحد فقط بسم الله الرحمن الرحمن وأخفي تكريرا إذا تشدده الراء خطة واحدة فقط لا تطلق لسانك للعناء لا بسم الله الراء خطة واحدة فقط الراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الراء الرحمن الرحيم لا تطلق لسانك هكذا الله يفتع إليك مشاركة واتس من الأخ الطيب من السودان تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَّبْ الله يفتح عليك فإنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا الرَّا تُفَخَّم والألف أيضا تُفَخَّم يا أخي الكريم الألف تتبع ما قبلها من حيث الترقيق أو التفخيم إن كان قبلها مفخما فخمت وإن كان قبلها مرقاق رققت فإنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا رَا كله ما تقول لك يُسْرَا كده وتقوم نازل لا ولا الضال كله مفخم إن شاء الله تعالى يا إخواني قربنا على الانتهاء وغدا إن شاء الله تعالى المقرر سورة التين سورة التين من أراد أن يجهز المقاطع مشاركات الواتس أب تكون في سورة التين لعرضها غدا إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم مرة تانية نتكلم في موضوع التكرير التكرير يا إخواني هو إعادة الشيء مرة بعد مرة ررر وهو صفة معيبة للرر صفة طب لماذا ذكرت هذه الصفة ذكرت لتجي تنبأ يعني ذكرت للحذر منها فلا ينبغي علينا أن نكرر الراء عند النطق بها إن شاء الله تعالى يعني الكلام كثير وإن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم أكثر وقرب الوقت على الانتهاء أذكركم بأن إن شاء الله تعالى مقرر التلاوة غدا سورة التين ونختم بذلك سبحانك اللهم وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 107. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ترجمة نانسي قنقر